قال مسؤولون أوكرانيون إن الكهرباء انقطعت عن جميع مرافق البنية التحتية غير الحيوية في مدينة أوديسسا السحلية بجنوب أوكرانيا بعد إطلاق روسيا طائرات مسيرة لقصف منشأتين للطاقة مما أدى لانقطع الكهرباء عن مليون ونصف مليون شخص وقال رئيس فولادو ميرزيلنسكي إن الوضع في منطقة أوديسسا صعب للغاية بسبب الضربات الروسية وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن 15 من تلك الطائرات المسيرة أطلقت على أهدافهم في منطقتين أوديسسا وميكولايف الجنوبيتين مؤكدة إسقاط عشر منها